شهر أوت محتد ذكرى مؤتمر الصمام نقطة العناطاف التي غيرت مصاري الثورة الجزائرية المجيدة حمل في الثناياه لسنة 2020 أحداثاً قد تكون نقطة التحول في بناء الجزائر الجديدة فبعد لقاء الحكومة مع الولاد لتسليط الضوء على مناطق الضل والعقوبات التي طالت مسؤولين تقاعص في أداء واجباتهم تجاه المواطنين ها هي الحكومة تجتمع مع رجال الأعمال من أجل وضع خطة لنعاش الاقتصاد وجلب الأموال تركزت مخرجاته حول الرقمنة والعولمة ودحر البيروقراطية من الإدارة قانون جديد للاستثمار وتنظيم سوق العقار الاعتماد على عائدات قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة ورفع العبء عن المحروقات التي أنهكها انهيار أسعار النفط في الأسواق وأهلكتها أزمة كورونا وإذا كانت أرقام الاقتصاد الوطني في هبوط مخيف فأرقام كورونا في تراجع طفيف ما شجع الحكومة على الفتح التدريجي للشواطئ والمنتزهات كمتنفس للجزائريين بعد الاختناق لخمسة أشهر من الإغلاق بسبب الحجر الصحي كما رفع الآذان في المساجد لدعوة المصلين إلى بيوت الله ليكون مسك الختام تحديد موعد افتتاح المسجد الأعظم التحفة المعمرية ومنارة لاحتضان التوجه الديني الجزائري المعتدل وثالث أكبر المساجد في العالم بعد الحرمين الشريفين ليكون الفاتح من نوفمبر شاهدا على كل الإنجازات التاريخية في الجزائر أما في مالي الثامن عشر من أوت كان يوما أسودا على الشرعية بعد التمرد العسكري على الحكم وإرغام الرئيس على الاستقالة لتبقى إفريقيا فارقة في كل التواريخ والأحداث ترجمة نانسي قنقر